اكد الفريق والركم البكري حسن صالح النايب الأول الرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي دعم الحكومة للإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول الاستراتيجية الغومية لخفض الفقر وقالنا مخاطبته اليوم بقاعة الصداق الجلسة الافتتاحية لورشة عملية التشاور حول الاستراتيجية الغومية لخفض الفقر إن خفض الفقر يعد من أهم مرتكزات التنمية مؤشيرا إلى ضرورة العمل المشترك وحجد الموارد من أجل درء أخطار الفقر بالتركيز على تنمية البشرية التي تمثل أساس التطور والنهضة بجانب تحديات الأولويات من صحة وتعليم ومياه وسكن وقال بكر إن السودان يتطلع لدعم أكبر من المجتمع الدولي من أجل محاربة الفقر ودعم الجهود التي بذلتها الدولة في عدد استراتيجية شاملة في هذا المجال مشيدا بدعم بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية ووكالة التنمية الدولية للسودان في مجال خفض الفقر وأؤكد لكم دعمنا لما يجري من عمل في إداد هذه الاستراتيجية الحضور الكريم لقد بدأ جليا مدى الإجماع بين المختصين على أن مناهج أعمليات مكافحة الفقر قد ازدادت تعقيدا مع اضطراد تصاعد وتائل التحولات الدولية والتقليمية كما أنه أصبح واضحا عدم كفاية الجهود الآحادية للقضاء على هذه الظاهرة أو التخفيف من حدتها بالمستوى المنشود وصولا إلى الهدف العالمي لخفض مستوى الفقر ولهذا فقد تعظمت مع مرور الزمن أهمية التعاون المشترك لاستقطاب كافة مكونات المجتمع إلى جانب فتح غنوات المشاركة أمام المنظمات الدولية ومنظمات العمل الطبيعي من أجل حجد الموارد ودعم المؤسسات والأجهزة بالوسائل اللازمة لدرء هذا الخطر الداهل ويصعى السودان إلى الاهتمام بتحقيق تنمية المستدامة المتوازنة ومحاربة الفقر والاستفادة من التجارب الخارجية في هذا الصدد بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع السوداني والدولة باتت قضية الفقر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السودان ما دعا الدولة لبحث سبل محاربته والحد من آثاره على المجتمع ولعل الورشة التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم بالتعاون مع وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بمشاركة شركاء البلاد من المانحين تأتي في إطار هذه الجهود للتشاور حول وضع الاستراتيجية القومية لخفض الفقر محاور استراتيجية الحق من الفقر والاستقرار الاقتصادي الكل تأتي في إطار الاجتماع باحتياجات المواطن من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتمكنه من الحصول على خدمات تعليمية وصحية ومياه شرب نقية وبئة جيدة وتقوم الحكومة بتنفيذ العديد من البرامج لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من بينها الدعم المباشر للفقراء وإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي ومشاريع التمويل الأصغر والاهتمام بالسكن باعتباره يمثل 30% من حاجات ودخل المواطن والتركيز على مشروعات مكافحة الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي والآليات العاملة في هذا المجال وفي ظل أيضا التصدي للتحديات التي كان لها أثار سالبة كبيرة جدا على المجتمعات وعلى الأسر وعلى الحالة العامة للاقتصاد من أثار للحرب وانفصال جنوب السودان إضافة إلى أثار عبء الديون والعقوبات الاقتصادية كل هذه التحديات كان لها أثر سالب بالغ خاصة على الشرائح الضعيفة ووفقا لنتائج المسح القومي لميزانية الأسرة والفقر للعام 2014 إلى العام 2015 التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا فإن 36.1% هي نسبة الفقر في السودان ما يتطلب من الحكومة مراجعة الخطاط والسياسات الرامية للحد من الفقر في السودان ولمزيد من التفاصيل ورحب بضيف من الخرطوم الدكتور عباس كورينا الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي أهلا بك دكتور وفي البداية ما هي بطلبات وضع استراتيجية غومية لخفض معدلات الفقر في السودان والحاجة شكرا على الاستضافة أهلا بك ومن خلالكم التحية لكل المشاهدين الذين يتعبعون هذه القناة المنتميزة وحقيقة ونشيد برضو بمتابعاتكم للقضايا القومية الموجودة نحن حقيقة بالنسبة لنا قضية الفقر كانت مستصحبة في كل الاستراتيجيات لأننا كانت عندنا الاستراتيجية الغومية الشاملة تضمنت بعض المحتويات في أنه كيف تعالج قضية الفقر وأيضا حينما بدأنا في الخطة الاستراتيجية الربغرنية أيضا كانت بمحاورها في الخمسية الأولى كان هناك محور يتعلق بتخفيف حدة الفقر وأيضا في الخمسية الثانية أيضا كان هناك محور والآن في هذه الثالثة بعد أن تم إعلان أهداف التنمية المستدامة والتي من هدفها الأول والهدف الأول يتعلق بخفض الفقر والهدف الثاني يتعلق بالقضاء على الجوع فبالتالي أصلا الإيشاد أصلا كان موجود وكان مستصحة في كل الخطة الآن حقيقة نحن زي الليلة قامت في فاعلية كل الناس يعلمون جيدا بأنه إعداد وسيغة خفض الفقر هذه الوسيغة يعني هي لدور كبير جدا ليس لأنه لم تكن لنا هناك استراتية تتعلق بالقضاء على الفقر إنما هذه الاستراتية هي عمارة عن واحدة من مطلوبات المجتمع الدولي وليه علاقة كبيرة جدا بإعفاء الديون الاستفادة من مبادرة الهيبك الدول المسقلة بالديون السودان بيستفيد منها الشرط الاستفادة إنه أن تكون الدولة قد أعدت وسيغة وسيغة خفض الفقر بمعايير معينة هم يعني ملكون إليها وهل تم ذلك؟ الحمد لله نحن بالنسبة لنا هي كانت العمل اللي يعمل وفوده إنه دارين يعمل الاستراتية الشاملة ولكن قبل ذلك أول وثيغة الاستراتية لخفض الفقر وكانت هي عمارة عن وثيغة مرحلية كانت في عام 2004 اللي كانت أول وثيغة عدها السودان والآن في عام 2012 ثاني البنكة الدولة برضو عمل وثيغة أخرى ولكن أيضا كانت برضو هي بمسابة إنها هي وثيغة مرحلية ذلك مرحلية ليست بمعنى في أطار المحتوى وفي أطار المرتكزات إنما كان في أطار المدة المستهدفة بها الخطة فالخطة الأخيرة كانت للعمرة كانت مستهدفة في فترة من 12 إلى حد 15 فبالتالي هي تم اعتبارها كورقة استراتيجية مرحلية طيب إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بالسودان هو حقيقة الظرفة التي تحسح حاليا لهذه الوسيغة لم يكن متاح في الفترات الفاتذة خاصة أنه الآن أتيح لنا مخرجات الحوار الوطني والحوار المجتمعي والحوارين الذين كانت المجتمعي هو الحوار الوطني وحدة كانت من الاستهدافات أنه معاش الناس فبالتالي الآراء وتبادل الآراء والمشاركة على مستوى الفعاليات الحوار الوطني والحوار المجتمعي التحديل فرصة كبيرة جدا لبياناته معلومات يمكن أن تعيننا كثير في قصة إعداد هذه الوسيغة بطريقة تكون متكامل وحقيقة لإيماننا الكامل بأنه نحن لسنا الخبراء في أطار الفغر بالرغم من تخصصياتنا لكن الخبراء فعلا هم الفغراء أنفسهم يعني الفقير هو الذي هم بقدر أن نسمع صواتهم بقدر أن تتم مشاركتهم بقدر ما ذلك سيمكننا من أن نستطيع أن نصل إلى تلك الحلول التي ترضيهم وتحقق غرابهم طيب تلك الحلول التي أشرت عليها في مجمل حديثك ما هي؟ هي حقيقة الأمر في مجمل يتعلق بالشمعين طبعا أول حاجة لو جينا وحدة أوسي الليلة تعرض لذلك لأخ رئيس مجلس المدران في خلال المخاطر تحته نحن في الليلة المحتاجة ذاته نعرف الفغر نجد أخذ ذوه شنوه ذاته ما هو الفغر ذاته وعلى ضوء ذاته نستطيع أن نتعرف أين هؤلاء الفغراء لأنه حقيقة لو نظرنا إلى الفغر نجد أن الفغر في ثلاثة أنواع هناك فغر فرد وذلك معطيات معينة في إيجاد فرص عامل وخلافه وهناك فغر أسرة وذلك كثير من نفس الشغل بتاع آليات تحت الضمان وخلافه شغالة فيه وهناك فغر المجتمع وذلك في أطار توفير الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات وكل الأشياء دي تتعلق تتعلق بفغر المجتمع وتلكها مزولية الحكومة وفي جزء متعلق في أطار فغر الأسرة وذلك الأسرة اللي لها دور والدولة اللي لها دور في أنه كيف تقدر تقدم بعض الخدمات في أطار التأمين الاجتماعي الدعم الاجتماعي كل المنظومة يعني منظومة الأمان الاجتماعي هي بتقدم في فغر الأسرة والمستوى التالي يعني نحن نحتاج أنه في الوسيقى دي أنه برضو نصحبه نصحب فغر الفرد فغر الفرد ذلك في الأطار المحل لأنه نحن كيف نجد فرص عمل يعني لهؤلاء الفغراء وبالتالي يمكن أن نجد حلولا لمشكلة الفغر يعني فبالتالي فيها بعض متباينة لكنها متقاطعة طيب دكتور يعني تمثل البطالة السبب الرئيس لارتفاع معدل الفقر ترى هل تنجح الحكومة بالتعاون مع المانحين من شركاء في البلاد من إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل لتقلل أثار الفقر على المجتمع يعني والله المحل دي سؤال جيد حقيقة لو في أطار متابعاتكم لو مذكرنا نحن الدولة بعد الأزمات المالية وانفصال الجنوب كانت سدارة تتمنى برنامج سلاسي ولو تذكر أن البرنامج السلاسي كان شعاره تحقيق استنامة النمو الاقتصادي يعني كانت هناك أهداف شنو أهداف اقتصادية لكن دائما الأهداف الاقتصادية في كثير من الحالات نجدها أنها تتعارض مع الأهداف الاجتماعية كانت شعار خاطئ يعني؟ لا مش قصة خاطئ هي بطبيعتها بطبيعة الأهداف بطبيعة الأهداف الأهداف معينة أربع حالات أهداف مستقلة أهداف مضاربة أهداف متعارضة وأهداف متأجرة دائما الأهداف الاقتصادية نجدها بتتقاطع مع الشروع تتغطع مع الأهداف الاجتماعية ذلك مثلا لان نبدال حقيقة اقتصادي محتاج يضغط المصروفات محتاج يرفع الدعم في المحلة الاجتماعية هذي الغارات ستكون لها كلفة شنو كلفة اجتماعية انا محتاج افترض جد المصروفات محتاج اجد المرتبات لكي لو جدت المرتبات انا ما اقدر شنو يعني عشان كده بتكون شنو بتكون هي هداف لكنها اهداف متنافسة على الموارد شنو على الموارد المتاع عشان كده قد جاء البرنامج الخماسي لو تذكر نحن شعاره شنو شعاره الانتاج من عشرة الصادر وتحسين مستوى شنو المعيشة هذا يعني بانه في الفترة الاولى كانت الاوليات الاوليات الاقتصادية اما في هذه الفترة الان الذي نعيش فيها على مستوى البرنامج الخماسي فالاوليات للأهداف شنو للأهداف الاجتماعية وده واحد من رشال الناس حاليا لكي تركيزنا كله في المرحلة دي في انه التوازن يكون لصالح الأهداف الاجتماعية وذلك لمعارية الكلفة الاجتماعية التي نتجت عن ذاك الاجراءات التي تمت حتى ان يكون السودان يعني الحق بالاستغرار وان لا ينهار الاقتصاد السوداني طيب ان لا ينهار الاقتصاد السوداني دعنا نبدأ من هنا وكيفية تحقيق هداف واستراتيجات التنمية في ظل عدم انهيار الاقتصاد في المجتمعات التي تعاني مناطقها من الفقر هناك حديث دكتور انه نحن تحت خط الفقر مش نعاني من الفقر اصلا والله يعني في حاجة ده يقول في المحل الذي نحن يعني الحمد تعالى يعني كل الدراسات اللي كانت موجودة السودان بحمد تعالى تجاوز مرحلة كانت كانت صعبة متعلقة بامرين الامر اللول كانت يتعلق بالازمة المالية والامر الثاني اللي كان مصاحب لها انه كان قصة انفصال جنوب السودان هذان الامران في كتير من الدراسات وفي دراسات اللي عملت ما يعلم السودان مش نحنة عملوا حتى بعض المنظمات نشرت وين عالميا برخص عن صندوق النغضة الدولي صندوق النغضة الدولي حينما انفصل كان اتحدد بان معدل النمو سيكون هناك 20 والتضخم حيكون 169 وعمر السودان كله عمر السودان الشمالي السودان هيدخل بعدك في اقتصاد نضرة وعمر حكومة الشمال 18 شهر كل ذلك كان ذلك ما كان ذلك كل ما كان يتوقعونه ولكن حينما انغضت هذه الفترة بعد كل تلك الترتيبات الاقتصادية التي تم كان معدل النمو 1.34 موجب وكان تضخم في حد السبع 20 استطاع السودان ان يمتص هذه الصدمة وبالتالي كانت كثير من المجتمعات وكثير وكثير من البعثات التي تأتي لنا كانوا يتساءلون كيف تجاوزتم هذه كيف امتصصتم هذه الصدمة وحقيقة دي واحدة كامل من الاشياء لانه حتى سيحاليا في اتصالات مع بعض المنظمات الان دارين دارين مننا والتصالب نحن شخصية بانه نحن دارين نموذج دارين عمل لنا دراسة في انه نسمي النموذج السوداني في انه حتى اذا حدث مثل هذا الظرف لاي دولة من دول العالم فكيف يمكن ان تتعامل مع نموذج مشرف يعني يا دكتور حقيقة لا شك في ذلك وعشان كده نحن وما المشرف في ذلك وفي الاخر كنا بنقول حاجة معنا بنقول دكتور يعني وما المشرف في هذا النموذج نحن بالنسبة لنا كان يجب ان ينهار كان يجب انه ان لا تكون هناك دولة ولكن بحمده تعالى عشان كده نحن بنقول حاجة الموقف الآن موقف حمد وشكر وليس موقف جهد ونقران الله قالوا لن شكرتم لأزيدنكم نحن الآن ننتظر زيادة فضله علينا طيب انتم كباحثون ومراقبون لواقع التنمية المتوازنة في سودان متى يتغير الوضع الاحسن وكيف نسخر موارد البلاد في التنمية الكلية هو طبعا واحدة من اهم الاشياء لسي يعني بنفتكرة واحدا نغلة نغلة نوعية وهذه حاجة كانت واحدة من اهداف الهدف التامن في التنمية في اهداف التنمية المستدامة اللي هو بتحدث عن نمو اقتصادي وايجاد فرص عمل يعني هو زي شنو زي حاليا العالم ما شفت يهينه كيف نستطيع ان نبني نموزجا نموزجا اقتصاديا يحرق التنمية دون ان يكون هناك تعارض ما بين الاهداف الاختصادية والاكتبائية فبالتالي نحن حاليا في مرحلة بانه يعني ليس بان تكون هناك مشروعات يعني كل مشروع تنموي يجب ان نقيس وان نتأكد تماما ما هي جدواه الاجتماعية فبالتالي لازم في الفترة الجادية لازم اي حاجة تدعمي لازم نشنه يدرس الجدوة الاجتماعية وكم يمكن ان تحقق من فرص العمل وكم يمكن ان تنعكس في اطار المسؤولات الاجتماعية على المجتمعات المختلفة طيب دكتور يعني اخيرا رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها في السودان ما هو الامل والمخرج فيما يخص قضايا الفقر بشكل كبير يعني والله نحن يعني نحن بنزل بلين كل يعني في ترتيبات كثيرة جدا لكن طبعا نحن يعني حاليا المجتمع طبعا عايش في مرحلة معينة وبالخص ممكن الناس يعني صاح لانه في ارتفاع في الاسعار لكن لو قمنا نظرنا للعنصر ده بنجد انه في خمسة عناصر مربوطة بي واحدة بأهمها وعلى قمتها الجانب بتاع الانتاج الانتاجية الحقيقة يعني عندنا ضحف في الانتاج فلازم يقوم على سل مولياتنا انه كيف شنوء نزيد نزيد الانتاج والانتاجية ندعو نصر اساسي ومهم زيادة الوعي ده انك الامر الثاني الامر الثاني ده امر مهم شديد جدا في انه نحن يعني عندنا الصادراتنا معظمة هي اساسا في اطار الخام فقصة الادد فالي او قصة القيمة المضافة بنحتاج انه لازم نعظم من قيمة من القيمة القيمة المضافة ده جانب تاني واساسي الامر الثالث انه حقيقة انه احنا في اشياء كدير جدا من الغزاء يمكن ان ننتجها يعني نحن احنا اكبر فاتورة سبنا ندفعها هي فاتورة بتاعت استيراد استيراد الغزاء ودي محلة انه يعني لازم يكون في تركيز اساسي في انه كيف نحنا نوفر المبالغ الموجودة نحن حاجة انه من يتبع لنا في كل شكل الاشياء الموجودة حاليا واحدة بنضيبنا حتى بالنسبة للنظر للأسعار هي الجصة في مجملة هي ضحف الدخل اكثر من ارتفاع السعر لانه حاجة انه نحس انه غررنا كثير اسعار دول الجوار نجد ان الاسعار هي دون تلك الاسعار في دول الجوار لكن الدخل شنو في ضحف في الدخل ولن نستطيع ان نزيد الدخل الا اذا كان شنو ازدادت فاعلية وانتاجية الفرد وبالتالي بزيادة الدخل يمكن ان يتم تشجيل كل زال وهذا ما نتمنى هو ما نيلو المطالب بالتمني اشكرك شكرا دكتور عباس كوريني الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ننتقل عقب الفاصل الى طائفة من اخبار الولايات الاقتصادية ابقوا معنا اشتركوا في القناة